أهلا بكم سنة ستة ابتدائي في حل الاختبار الأول من الاختبارات النهائية من كتاب سلاح التنميز مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني تابعوني على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد يتحول الماء من حالة لأخرى بفقد أو اكتساب الطاقة الحرارية خلال دورة الماء طبعا أقوله العبارة صحيحة عندما يفتقد الماء الطاقة الحرارية أو يكتسب الطاقة الحرارية يتحول من حالة إلى حالة أخرى السؤال رقم اثنين الصفات الورثية تنتقل إلى الكائن الحي من الأبوين طبعا أقوله العبارة صحيحة لأن الصفات الورثية فعلا تنتقل من الأباء إلى الأبناء السؤال رقم ثلاثة الأسمدة الكيميائية لا تتسبب في ضرر التربة أقوله العبارة خطأ طب خطأ لأن طبعا الأسمدة الكيميائية دي من ضمن العوامل المسببة في ضرر التربة السؤال رقم أربعة يبرد الهواء مع الارتفاع فيتكسب بخار الماء الموجود فيه يعني إيه الكلام دوت؟ يعني الهواء لما يرتفع إلى أعلى إيه اللي يحصل له أقول لك يبرد فبيحصل إيه لما بيبرد الهواء فيه طبعا بخار الماء بخار الماء ده بيعمل إيه؟ بيتكسف أقوله العبارة إيه؟ العبارة صحيحة السؤال رقم بيه أذكر مثلا على تحدي يواجه الكائن في حي المهاجر أثناء هجرته ممكن أقوله من ضمن التحديات الحيوانات المفترسة طب وإيه تاني؟ ممكن أقوله كمان نقص إيه؟ الغزاة السؤال رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد الجانب الجاف من سلسلة الجبال هو الجانب اللذي إحنا عندنا طبعا فيه مكان اللي هو إيه بالنسبة للجبال بيكون فيه منطقة ظل إيه؟ ظل المطر طيب فبالتالي بيكون جانب جاف يعني مفوش نباتات خضراء طيب ده اللي هو بيواجه الرياح ولا تصلح فيها الزراعة ولا يرتفع فيه الهواء الأعلى ولا ينخفض فيه الهواء الأسفل طبعا أقوله إيه؟ بينخفض فيه الهواء الأسفل لأنه طبعا بيكون غير محمل ببخار المياه السؤال رقم اتنين ما هو التأثير الناتج عن انخفاض منسوب المياه في البحيرات؟ إيه التأثير أو إيه اللي ممكن يحصل عندما ينخفض منسوب المياه في البحيرات؟ هل بيحدث الفيضان ولا الجفاف ولا تكون الجليد؟ ولا استقرار النظام بيه؟ طبعا أقوله الجفاف بيحدث إيه؟ الجفاف السؤال رقم ثلاثة الجهاز المستخدم لقياس الضغط الجوي هو مقياس المطر ولا الأنيمومتر ولا البرومتر ولا الرادار طبعا أقوله ضغط الجوي طبعا إحنا بنستخدم له إيه؟ البارومتر السؤال رقم بيه أكتب المصطلح العلمي رقم واحد الفراغات بين جزيئات التربة التي تمتلئ بالماء أو الهواء اسمها إيه؟ أقولك المسام رقم اتنين تراكيب توجد داخل النواة تحمل المعلومات الوراثية أو الصفات الوراثية اللازمة لإنتاج صفات الكائن الحي دي اسمها إيه؟ أقوله الجينت السؤال رقم ثلاثة أكمل مما بين القوسين رقم واحد من التكيفات التركبية في غزال دوركاس يا ترى إيه؟ نحن نحكي على ونقول التكيفات التركبية وليست السلوكية يا ترى لون الفراء ولا العيش في قطيع أقوله طبعا مين؟ أقوله لون الفراء ده يعتبر من ضمن التكيفات التركبية أما العيش في قطيع ده يعتبر تكيف سلوكي السؤال رقم اتنين يتكيف البطريق الامبراطور في بيئاتها عن طريق مين؟ الفراء الكسيفة ولا الجلد السميك طبعا إحنا عارفين من ضمن تكيفات البطريق الامبراطور اللي هو إيه؟ أقول لك الجلد السميك السؤال رقم ثلاثة الضوء والماء من العوامل الحيوية ولا اللاحيوية التي تؤثر في الكأن الحي طبعا إحنا عارفين حبيبي أن الضوء والماء والشمس دولا يعتبروا من العوامل اللاحيوية في إيه؟ فيه أو التي تؤثر في الكأن الحيوية السؤال رقم بيء لاحظ الشكل المقابل الذي يوضح تربة طينية يبقى الشكل ده حبيبي ده تربة إيه حبيبي؟ ده تربة طينية وإحنا عارفين أن التربة الطينية بتوب إيه؟ خزبة طيب رقم واحد جزيئات هذه التربة كبيرة ولا صغيرة؟ لا طبعا أقول له جزيئات همالها صغيرة غير التربة إيه؟ الرملية الصفراء السؤال رقم اتنين يتسرب الماء بين جزيئات هذه التربة بسرعة لبطء طبعا أقول له بإيه؟ ببطء ليه؟ لأن طبعا جزيئات همالها صغيرة فبالتالي تسريب الماء بيكون ببطء بكده حبيبي قلبي ننتهي من حل الاختبار النهائي رقم واحد صفحة مية واحد وتمانين من كتاب سلاحة تنميز بتمنى ودعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة معك في زر الجرس لك أسلكم كل جديد